في صباح اليوم الخامس وصلوا مدينة مأرب كان سفراً طويلاً ومحفوفاً بالمخاطر عبدالله وأسرته المكونة من زوجة وخمسة أطفال جاءوا من محافظة الحديدة على متن دراجة نارية هي كل ما يملكون قطعوا مسافة أربعمائة وثلاثين كيلومتراً حتى وصلوا إلى حيث توجد فرص للعيش قرر عبدالله أن يترك مدينته ولأنه لا يملك غير دراجته النارية فقد كان وسيلته للنجاة من أرض تسيطر عليها ميليشيا الحوثين وتحرم أهلها من العيش الكريم والله أجينا حافظة الحديدة على الدباب تمام وأجينا حباً حباً ما وصلنا إلى سنة أربعيين في الخطن الساكر لا وصلنا إلى هنا وحولنا بس القريدة حق السيارة هذه شفك وغطينا على هذا الطرابيل الحاصل ومقطع ذلك واسكننا في اليومين بالحاصل نجت الأسرة من الاعتقال الذي يتعرض له النازحون في طريق هروبهم من مناطق سيطرة الميليشيا وفي مأرب لم يكن في انتظارهم غير صحراء وخيام لا يملكون مالاً يكفي لشراء إحداها قررت الأسرة السكن في هيكل كان يوماً ناقلة لأثاث المنازل واحتياجات الناس بعد وصولهم أصبحت منزلهم عقب سفر طويل قضوه بين التنقل والتوقف لأخذ قسط من الراحة والخضوع لتفتيش الحوثيين في نقاطهم والتأكد من أنهم لا يحملون غير حلمهم بالبحث عن مكان آمن للحياة تعيش الأسرة اليوم في خيمة حصلت عليها من منظمة تعمل في دعم النازحين والتي طلبت منهم إعادة رسم الطريق الذي ساروا عليه والطريقة التي مكنتهم من الوصول ترجمة نانسي قنقر